رغم أنها في 73 من العمر إلا أن السن لم يقف عائقاً أمام هذه السيدة البريطانية الرياضية التي تدعى روزي سويلربوب لتنطلق راكضة في رحلة ملحمية أخرى من العاصمة البريطانية لندن إلى كاتماندو عاصمة نيبال وبالوصول مؤخراً إلى إسطنبول لدعم مؤسسة خيرية وتطوير الصحة والتعليم للمجتمعات المحلية لنشاهد معاً رغم أنها عجوز في الثالثة والسبعين إلا أن السن لم يقف حاجزاً أمام هذه السيدة البريطانية الرياضية روزي سويلربوب لتنطلق راكدة في رحلة ملحمية من بريطانيا إلى نيبال ووصلت مؤخراً إلى إسطنبول السيدة التي تعيش في تينبي في ويلز البريطانية خرجت من بريطان متوجهة إلى كاتماندو عاصمة نيبال وهي تجر خلفها هذه العربة في رحلة تبلغ مسافتها ستة آلاف ميل أي ما يربو على تسعة آلاف وخمسمائة كيلو متر بهدف دعم مشروع لتطوير الصحة والتعليم والمعيشة للمجتمعات المحلية وبدأت روزي رحلتها في يوليو تموز عام 2018 ومرت باثنتين عشر دولة حتى الآن قبل بلغها تركيا وقالت روزي إنها لا تعرف أين ستنام في كل ليلة إما في الحقول أو على قارعة الطريق وبعد ذلك تصح لتنطلق مستكملة ركضها وتابعت أنها تقابل العديد من الناس الذين لم تكن تعتقد أنها ستقابلهم بأي طريقة أخرى وهو ما يضيف قيمة لحياتها وتعاني نيبال من بطء في عمليات إعادة الأعمار بعد زلزال ضرب البلاد بقوة 7.8 درجة عام 2015 وأدى لمقتل تسعة آلاف شخص وتدمير ما يقرب من مليون من المنازل والآثار وغيرها من المباني وعن تلك الجروح على وجهها قالت روزي إنها سقطت أرضا ذات مرة لكن ذلك لا يقارن بما إذا كنت تفتقر للعلاج في بلدة نائية أو تعاني في حياتك مضيفة أن كل ما قامت به هو أنها خرجت في رحلة على قدميها وهي فخورة بذلك وليست هذه أول مغامرة لروزي فقد أبحرت في السابق وحيدة من بريطانيا إلى الولايات المتحدة على متن قارب يربو طوله على خمسة أمتار كما ركضت عام 2004 حول العالم دعما للعديد من المؤسسات الخيرية بما فيها مأوى الأيتام في مدينة كيتشي الروسية كما انطلقت عام 2015 في رحلة حول الولايات المتحدة من يويورك إلى سان فرانسيسكو لرفع الوعي بمرض السرطان وتكريم زوجها الراحل كلايف الذي توفي نتيجة إصابته بسرطان البروستات وترك دوروزي بمعدل يبلغ 20 كم في اليوم وستكون محطتها القادمة بعد تركيا هي جورجيا